بذكر التفاصيل بقى اللي تخص كل واحد فينا احنا مبارح واعتقد انه على مدار الاسبوع والوقت اللي جاي هتسمعونا بنتكلم كتير او احنا كلنا مهتمين اكيد في الشارع وفي بيوتنا بنتكلم عن هو مصر بتعمل ايه في ملف الاغذية الاساسية او الزراعة بشكل عام برضو ده ما كانش على اجندة اهتماماتنا ولا كنا بنسأل احنا بنسحى الصبح نشتري العيش وناكل وننبسط ونلاقي فاكهة وخلاص والحياة ماشية الكلام الاستراتيجي ده مكنش بنفكر فيه بقينا بنفكر فيه من بقى من وقت ما بدأت قزمة الحرب وابتدينا نتكلم عن الامح وازاي مصر كانت بتستعد وتحط اولويات مختلفة لزراعة محاصيل استراتيجي عيش سكر رز مكارونا دي الحاجات الاساسية كده احنا اللي بنفكر فيها دايما والسكر مصر واحنا صغرين كده في المدارس كنا ندرس انه مصر وانتاج قصب السكر وبنجر السكر ونعرف الاماكن اللي بينتك فيها الحاجات دي مصر كمان واحدة من خططها الاستراتيجية هي اننا نتوسع في زراعة قصب السكر النهاردة بقى في خبر جميل جدا عن انشاء اول محطة في مصر والشرق الاوسط لانتاج شتلات قصب السكر في كومومبو كومومبو دي برضو بالنسبة لنا تاريخ يعني احنا نقول انه كومومبو واحدة من المحافظات المشهورة جدا او من مدن مشهورة جدا جدا بانتاج قصب السكر لكن الفكرة في تغير طريقة الزراع واللي بيتم تنفذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابعة للهيئة العربية للتصنيع مساحة المنطقة او مساحة المنطقة التصنيع 26 فدان لانتاج شتلات القصب بتكلفة 120 مليون جنيه وطاقة انتاجية 15 مليون شتلة لكل موسم التمويل من وزارة الزراع ومن هيئة تنمية الصعيد اشتركوا في القناة